بعد معارك إعلامية مستعرة قدم النائب صالح عاشور استجواباً لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح من محورين يتعلق الأول بخصخصة الجمعيات التعاونية والآخر حول وقف المساعدات الأيتام والتعرض لهم ما في إدارة في الوزارة إلا عندهم مشاكل مع سياسة وإدارة الوزيرة في إدارتها فبالتالي أنا أعتقد أنا الأوان أن ترحل هذه الوزيرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هذا حق دستوري لا أستطيع أنا أو أي شخص من الحكومة أن يمنعه يمارس حقه الدستوري بكل احترام ونمارس الرد عليه كذلك بكل احترام أخ فاضل أكل لكل احترام نختلف نتفق البلد هو اللي فوق وعلى صعيد ردود الأفعال الأولية حول الاستجواب تباينت ردود فعل النواب بين مؤيد ومتحفظ ومعارف الاستجواب هذا حق لكل نائب يعني نتقدم فيه من خلال ما يرى من ملاحظات على أي وزير في الحكومة أنا شخصيا كان عندي رأي سابق في المحور الأول فيما يخص خصخصة الجمعيات الذي حصل في جمعية الدسمة ليس خص خصة وإنما الإعطاء الأسواق المركزية لمشغل لفترة معينة ضمن اشتراطات بموافقة الجمعية العمومية النائب صالح هاشور أنا ليست لديه شخصانية في هذا الاستجواب بل هو يدفع من أجل إصلاح أمر ما بات من المؤكد أن يقوم النائبين محمد طانو عبدالله المعيوف بالتحدث كمؤيدين لاستجواب خلال مناقشته والذي متوقع أن يكون في الجلسة المقبلة إلا أن تطلب وزيرة الشؤون هند الصبيحة التأجيل لمدة أسبوعين الاستجواب رغم 19 في عمر المجلس الحالي تم التحضير له منذ مدة ليست طويلة قد نشهدوا تحالفات نيابية لدعمه والوصول العدد اللازم لطرح الثقة بالوزير الصبيح لتنفزون المجلس طارق السهو